موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والعمل اللي حنتناوله بالمناشة في الحلقة دي هو الموسم التاني من مسلسل رامي مسلسل رامي الموسم الاول منه كنا عملنا حلقة عنه من فترة مش بعيدة قوي ووضحت فيها قد ايه انا مترقب الموسم التاني والموسم التاني كان تم طرحه بالكامل تقريبا على شبكة هولو من فترة مش قصيرة قوي ولكن انا بتفرج عليه على اوسان والحلقات بتاعته ما اكتملتش الا من 3-4 تيام تقريبا وعشان كده انا اتأخرت في المراجعة بتاعتي الموسم التاني بيبتلي من نقطة النهاية بتاعت الموسم السابق مع عودة رامي من رحلته لمصر مرة اخرى لامريكا ودخوله في حالة معتادة من حالات التوهان والاكتئاب وفقدان الهوية لغاية لما بيتعرف على المركز الصوفي وبتعرف فيه على شخصية الشيخ علي اللي بيقدم له دليل مرة اخرى للشخصية المسلمة اللي هو كان بيطمح انه يوصل لها وبتعرف كمان من خلال الشيخ علي على بنته وزينب وبتنشأ ما بينهم علاقة ود وعلاقة احترام متبادل بتبدو كمان في طريقها لعلاقة رومانسية ممكن تقود للزواج الاسلامي الملتزم اللي هو شخصيا كان بيدور عليه وفي نفس الوقت بناتعرف كمان على فصول جديدة بتعرفنا اكتر على شخصيات العائلة المحيطة به وازاي ده ليه تأثير على تركيبة شخصيته وعلى مستقبل علاقته الرومانسية مع زينب واحدات المسلسل بتنطلق علشان نشوف ايه اللي هيحصل الموسم الاول من المسلسل رامي كان عجبني جدا لعدد من الاسباب اهمها على الاطلاق هو تنوع الزوايا اللي بندرس من خلالها شخصية رامي وبنتعرف على ابعادها وقد ايه الزوايا الكتير دي بتنقل الشخصية بنجاح من خصوصيتها للمجال الاعم شوية وهو تطبيقها على عدد كبير او على شريحة كبيرة من الشباب اللي ممكن يلاقوا نفسهم بيحسوا بالغربة ان شاء الله حتى جوه وطنهم في سعيهم للبحث عن هويتهم وعن الشخصية اللي بيطمحوا لها ولنفسهم يوصلوا لها الموسم التاني ممكن تكون طبيعته مختلفة شوية لان الموسم ده ما بقاش حريص قوي على انه يقدم لنا استكمال لدراسة شخصية رامي ولكن بيحكي لنا حدوتة متكاملة او فصل متكامل من حياته اللي هو الفصل بتاع تعرفه على المركز الصوفي وتعرفه على زينب واخيرا انه يبدو انه لقى طريقه والامور دي كلها والفصل ده ما كانش بيتناول من زوايا شخصية رامي الى زاويتين بس تقريبا وهي زاوية التزامه الديني او سعيه للالتزام الديني والزاوية الاخرى اللي ممكن تكون بتلمس شوية مع طبيعته العاطفية وطبيعته الجنسية الانتقال بتاع المسلسل من طبيعة دراسة الشخصية لسعيه في انه يوصل لحدوتة وده انتقال مقبول جدا وما فيش اي مشكلة فيه ولكن طريق التقديمه ما كانتش السلسة قوي او ممكن تكون صادمة شوية او مربك شوية ليا انا على الاقل كمشاهد لان طريق التقديم العلاقة مع المركز الصوفي وشخصية الشيخ علي والامور دي كلها كانت تبدو كما لو كانت فصل مش هياخد وقت طويل او حاجة اشبه ما تكون بالموسم الاولاني اتفاجئت شوية لما لقيت ان الدنيا مكملة معانا الانتقال من المجالة العام بقى لان احنا كنا بندرس شخصية في الموسم الاولاني لها زوايا كتير شريحة كبيرة جدا من الشباب ممكن يلاقوا نفسهم فيه المرة دي الحكاية بقت اكثر خصوصية بقت طريقة تطبيقها على عدد كبير من المشاهدين وهما بيتفرجوا ما بقتش موجودة فهنا بيحصل انفصال ما بين المشاهد وما بين طبيعة الشخصية لانك في المرحلة دي المفروض بتاخد خطوة بتطلع من الملعب ما بيبقاش همك هو تطبيق اللي بيحصل ده على حياتك ولا معاناتك ولا قد ايه هو بيعبر عنك والمفروض انك بقت بتتفرج وبس دي نقطة كانت مربكة شوية زي ما بقول ولكن في النهاية هو انتقال شرعي ما فيهوش مشكلة اللي ساهم في الارتباك ده بالنسبة لي كمان هو ان الحلقات بتاعتنا ما بقتش مستوية قوي يعني تعالوا نبص كده على الموسم الاولاني الموسم الاولاني كان عشر حلقات سبع حلقات منهم كانوا واخدين شغل شكل المغامرات او بلاش نقول المغامرات دا تعالوا نقول شكل الفصول يعني في كل حلقة بنتعرف على رامي في موقف مختلف وبعدين بنهاية الحلقة الموقف بيخلص ممكن يسيب معنا بعض الرواسب اللي نبني عليها احداث في حلقات اخرى ومنها الاحداث اللي بتنتهي تماما وبنرجعش لشخصيتها مرة اخرى للاطلاق وكان عندنا تلات حلقات اعتراضية لو صح التعبير الحلقة اللي بنتعرف فيها على طفولة رامي الحلقة اللي بنتعرف من خلالها من خلالها او فيها على شخصية ميسة وامه والحلقة اللي بنتعرف فيها على شخصية دينا اخته الموسم دا التباقع اختلفت شوية بقى عندنا تلات تصنيفات لو صح التعبير عندنا الحلقات اللي فيها الحدوتة بتاعتنا الحدوتة الوحدة بتاعتنا وانا بقدرش اقول مش قادر وانا بقول حدوتة وحدة مش عاوز ادي الانطباع انها كانت حدوتة فقيرة او حدوتة وحشة او كان فيها اي مشكلة على الاطلاق خالص بس كان عندنا عدد معين من الحلقات مخصص للحدوتة دي كان عندنا اربع حلقات اعتراضية وده عدد كبير لان كان عندنا حلقة اخرى عن ميسة حلقة اخرى عندنا حلقة اخيرا عن فاروق الوالد وحلقة عن نسيم الخال وعندنا حلقتين كانوا حقيقة مش مفهومين بالنسبة لي اطلاقا ويعدوا في رأيي انا اسوأ حلقات الموسم بل اسوأ حلقات المسلسل على الاطلاق وهما الحلقة الرابعة والحلقة السبعة ده يطرقنا في ان الحلقات اللي حكيت الحدوتة بتاعتنا كلهم على بعضهم كانوا اربع حلقات بس اربع حلقات كويسين جدا معنا اربع حلقات اعتراضية تأثرهم على الحدوتة نفسها قليل جدا وقد يكون معدوم معادة حدوتة فاروق فقط اللي في الاخر كان ليها استكمال او ليها اضافة على الحدوتة اللي احنا بنحكيها وحلقتين انا مش فاهم بصراحة الهدف منهم كان ايه الا انه بس ممكن يكون كان قصد يرجعنا الاجواء الكوميديا شوية وده بالضبط اللي ممكن يكون اخفق فيه باكبر شكل ممكن لان الحلقات بتاعتنا في الموسم ده طبعتها درامية بشكل كبير بل قد تكون مؤلمة في تجربة المشاهدة في اوقات كتير جدا مش مؤلمة بالجانب السلبي مش قصدي بيها مؤلمة يعني وحشة مؤلمة يعني الدراما بتاعتها دراما حقيقية دراما فيها معاناة حقيقية من الناس بجد فرصة انك تبتسم او تضحك قليلة جدا الحلقة الرابعة والسبعة كان فيهم نكت كان فيهم محاولات مباشرة ان هو يديلك محتوى يدحكك ولكن واحدة بنستهدف الدحك نقدر نقول ان احنا اخفقنا بالهدف تماما وبدل ما الهدف بتاعنا يودي للضحك ودى للقرف قرف يا جماعة الحلقة الرابعة والسبعة فيهم حاجات ما ينفعش تفرج عليها وانت بتاكل لو كنت لسه وكل ممكن بطنك تتقلب حاجة غريبة جدا اه ممكن يكون بنرجع من خلالهم شوية لدراسة الشخصية بنوضح الحدوتة او الفصل اللي احنا بنمر فيه في حياة رامي ده ممكن يكون تأثيره على تغير شخصيته بقى عامل ازاي شوية ولكن في المجمل حلقتين مشاهدتهم من اصعب ما يمكن والاضافة بتاعتهم على اي شيء ايجابي ممكن يحسب للمسلسل قليلين جدا يعني انا في الموسم الاولاني قلت انه هو عشر حلقات العشر حلقات حلوين بس اخر حلقتين هم ممكن يكونوا اقل حلقتين انا شفتهم الموسم ده انا عندي حلقتين بقول عليهم بشكل مباشر انهم كانوا حلقتين وحشين حقيقي وحشين الريتنج بتاعهم عندي انا لو حقيمهم بشكل منفصل هيبقى ريتنج سيء جدا بالنسبة للأداءات التمثيلية فالحرس القديم اللي هي الشخصيات اللي مكاملين معنا من الموسم الاولاني كلهم لسه كويسين جدا ميسا هيام عباس عظيمة جدا ورائعة جدا في الحلقة اللي كانت مخصصة لها دينا كذلك عمرو واكد في الحلقة المخصصة لي حقق النبوء بتاعتي في انه بيزداد تقلقا ابعاد الشخصية في الموسم ده اصبحت صاحبة تأثير سلبي على طريقة استقبالنا لي لانه الحقيقة شخصية رامي بعيدا عن تكسيد رامي يوسف اصبحت مزعجة جدا مزعجة جدا من اجمل الحاجات في الاربع حلقات الاعتراضية اللي انا قلت عليهم دول ان رامي تقريبا مش موجود فيهم دي من احلى الحاجات اللي موجودين فيهم لانه شخصية بتاعتنا حتى ما بقتش مركز مؤهل قوي للتعاطف انا عارف كويس قوي ان الواقعية بتاعتها وهي الواقعية المتورثة من الموسم الاولاني ودي من الحاجات اللي خلق الترابط ما بيننا كمشاهدين وما بين المسلسل بتحتم عليه انه يبين وجهه القبيح ولكن ان الوجه القبيح ده يوصل لدرجة الحماقة ان هو يبقى شخصية غبية مش عارف انا الوقت ما بقتش مجرد بشوفه ان هو شخصية مرتبكة او متلخبطة او عنده ازمة هوية او امور زي دي انت بقت شخصية حمقاء بكل ابعاد الدنيا اصدقاءه اللي ممكن كان ليهم تأثير شوية وكان فيه بعض التواصل مع شخصيتهم في الموسم الاولاني تراجعوا في الموسم ده لمجرد الناس بتقدم stand up comedy في شكل نصائح وstand up comedy مش ناجح وما بيدحكش فممكن يكونوا من الممثلين اللي تأثير الموسم عليهم ده سلبي بشكل مباشر اما الشخصيات الجديدة اللي دخلت فطبعا تتوجه الاعظم هو الشيخ علي مهرش العلي لازم نهني المسلسل ولازم ندي المسلسل وازن انه قدر انه يجيب هذا الممثل في هذا الدور في هذا المسلسل لان مهرش العلي يا جماعة ده واحد كسبانا لأسكار مرتين يعني لو هنتكلم من منطلق الجوائز فقط وانه هنا ما بيقدمش مقارنة مباشرة ده في منصف روبر دينيرو بالنسبة للأكاديمية يعني ده أعلى من قلبة شينو بالنسبة للأكاديمية ففكرة انك تجيب واحد جايب اتنين أسكر وقريب مش بعيد وتدي له دور واحنا بنشوف التريلر تصورنا انه هو داخل في دور شرفي هيظهر حلقة مثلا ولا حاجة وبعد كده يختفي لغاية لما تلاقيه شخصية صاحبة تأثير كبير جدا في الأحداث وشخصية لها تقلبات داخل الأحداث وعندها صراعات داخل الأحداث وقدمه قرارات صعبة داخل الأحداث وعنده مشاهد حقيقي صعبة وحقيقي معقدة داخل الأحداث لا نهني المسلسل أولا على نجاحه في ده ونهني نفسنا على اننا شفنا هذا الأداء من مهرش العالي اللي بيثبت مرة أخرى واحد من أهم وأفضل الممثلين في التصنيف العام على مستوى العالم حاليا وممكن يكون من نقاط الإنعاش المهمة جدا اللي تحسب للمسلسل في هذا الموسم وصولا بقى للحكم النهائي والتقييم دي النقطة اللي أنا عادة بلخبط فيها الناس جامر لأن في الوقت الأغلب في الحلقة دي أنا اتكلمت عن سلبيات ومش دايما يا جماعة لما أخصص وقت أكبر للكلام عن سلبيات ده يعني أن كراهة العمل أو أن التقييم في النهاية حيكون سلبي يمكن تكون السلبيات دي بس فيها من التعقيد ما يستحق أن احنا نخصص لها وقت أكبر شوية عشان نتكلم عنها ولكن في النهاية أنا بتكلم عن عشر حلقات مشكلتي الحقيقية معاهم في حلقتين بس باقي الحلقات كلها كويسة جدا منهم أربع حلقات متفوقة بشكل كبير قوي والحلقة الأخيرة اللي بتتوج الحدوتة بتاعتنا حقيقي من أفضل مشاهدت السنة دي حلقة كويسة ودسمة جدا مليانة مواجهات ومليانة حوارات ومليانة تقلبات حقيقي جيدة بشكل كبير قوي حلقة زمانة ستة واربعين دقيقة تجربة المشاهدة بالنسبة لي أنا كانت أخف بكتير من الحلقة الرابعة والسبعة اللي حسيتني بتفرج على حاجة زمانها ساعة ونص من القرف المتواصل المسلسل عنده مشكلة في انتقاله من تصنيف لتصنيف آخر من مرحلة دراسة الشخصية لمرحلة تطبيق الدراسة دي في مغامرات مصيرية أو فصول مصيرية من حياتها الانتقال كان فيه مشكلة الأجواء العامة كان فيها مشكلة الحلقات الاعتراضية وعلاقتها بالحدوتة كان فيها مشكلة ولكن أكيد مميزات الموسم في تقدير الشخصي أكتر من عيوبه وتقييمي ليه هو سبعة من عشرة وده بيقضني لاهتمام متواصل ومستمر في أني عاوز أشوف موسم ثالث من المسلسل وإن كان حتى الآن مفيش إعلان رسمي من هولو بأن الموسم الثالث هيحصل ده رأيي وده تقييمي وده نسبة ترقبي كمان للمواسم القادمة يهمني جدا أعرف لو حضراتكم شاهدتم المسلسل ممكن يكون تقييمكم عامل إزاي ممكن يكون استقبالكم عامل إزاي ونسب ترقبكم للموسم الثالث المحتمل عامل إزاي ياريت تساهموا بكل ده في الكومنس ألف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تكيلكم الحلقات أول بول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو وبي بوي